اشتركوا في القناة 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 سوف اشتركوا في القناة ترجمة الوصفة قطعها صغيرة قطعة صغيرة قطعها صغيرة ندهنها غرب شوية على الزيت و ندخلها للفران حتى تتحمر مزيان ندخلها للفران و في هذه الأثناء كان نوجد الكريمة بالنسبة للكريمة عدنا نصف لتر حليب ثلاثة المعالقة كبار من سكر سانيدة شوية ديال المسكة الحرة ما نكترش منها ثلاثة المعالقة كبار ديال الماء الزهر أو الماء ورد النوع الجيد ثلاثة المعالقة كبار دقيق الدلورة أو الماء ثلاثة المعالقة كبار الماء الزهر أو الماء ورد ثلاثة مع الققبار سكار ساندة مع مسكة الحرة ثلاثة مع الققبار دقيق خلط ندمج العناصير ثم نضع تحريك النار لن تحرق الكريمة نقوم بتحرق الكريمة نرى الفقاعات نقوم بتحرق الكريمة نقوم بتحرق الكريمة نقوم بتحرق الكريمة نضيف الورقة التي خرجنا من الفران نضيف الورقة نضيف الكريمة نقوم بها الطريقة نضيف الورق نضيف الكريمة نستخدم الكأس والإناء نستخدم الكأس والإناء نستخدم الكريمة نستخدم الكريمة سنضرب الكريمة الكريمة نستخدم الكريمة نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الكريمة 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة